ايها النظر الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نهضر شوية على الرئيس الجزائري الجديد سيع بن مجيد اولا كان نقول السيد رئيس الجديد للجزائر الشاخقاء السلام عليكم ونتمن لك الخير والتسير وهنيئا لك وكان باركولك ان شاء الله بهذا النجاح ديالك ونتمن لك التوفيق وكان قول الشعب الجزائري كذلك تبارك الله عليكم وشكرا ونتمن لكم النجاح والتوفيق كذلك انتوما في الشعب الجزائري انا كان قول السيد بن مجيد سيد بن مجيد بعد التحية والتقدير وبعد كل احترام لاني كان خاطب رئيس دولة تبارك الله عليك بغيت نقول لك اننا احنا الشعب المغربي انا كانت تكلم كمواطن مغربي وكم واحد من الشعب المغرب احنا انها اللي نجحت انتا في حقيقة ما فرحنا ما زعلنا احنا طلبنا غير توفيق لاننا هذا امر داخلي ديالكم ما ندخلوش فيه ولكن واحد الحاجة اللي خرجت ما بقالش داخلية هي لوقيتها اللي قولت للمغربة خسنا نعتذروا باش تحلونا الجنة باش تحلونا الحدود احنا وشعب الجزائري خوتوا وكانتباغوا وكانتحبوا موتوا وحدا تتباحنا ولكن باش تجينتا تقولنا نعتذروا احنا للشعب الجزائري باش تفتح الحدود على ان خليل الشعب الجزائري كان كله كل احتيارة متقدير الشعب الجزائري ما قالهاش قلت انتا علش غدي نعتذروا تكون نجي ونشوفوا تعتذروا ونعتذروا وتعتذروا غدي نزيد وغير العادة وفوق عادة وغدي مقارم وغير زيد فوق النار لان انتا ذكرتنا بالوقيتها اللي تبلعت الحدود بلقوا تبلية المغربة وقالدك شيف مرة كشو حصلوها لاخره وحنا عودتاني كنقولوا ماشي هاكدك وحنا كذلك ذكرتنا ووقيتها اللي استفطونا ذوك الاخوان اللي كانوا لك المهاجرين دينا اللي كانوا عاشي في الجزائر في 75 وستفطوهم في العيد والبرد والشتاء ورميتهم في الحدود الله يرحم السيلي هو ليبون دين الله يرحموا قلقوا اذكروا اموتكم بالخير الله يرحموا وسعيليه ونطلبوا هالاخوان يسمحوا لوا ونطلبوا انهم باش يسمحوا لوا يعني شكل غدي يعتذروا احنا وانتوما احنا ماشي نهضروا انك تعتذروا لا نعتذر احنا بغينا تفتحوا معنا صفحة جديدة يا مرحبا احنا كنا نبغيو الشعب الجزائري ومتناسبين معاهم وعدنا عائلات وعدنا وصار مقسومين ما بين المغرب والجزائر احنا كمواطنين يعني الشعب كمواطنين هاد الهضر اللي كتقولها ارى غدي تخلينا لاحنا لالاخوان في الجزائري غي تزيدوا كرهوك احنا قلنا لك ما كان كرهوكش احنا نتمنى ولك النجاح نتمنى ولك توفيق عارفين باللي عندك مشاكل عارفين باللي كان معارضة كبيرة عارفين وعارفين وعارفين ولكن احنا ليه منه هو الاستقرار في الجزائير الحاجة اللي فيه الخير في الجزائير لنا لو كنتوا انتو ملحت احنا نكونوا måلح او لو كنتوا ماشي ملحت احنا نكونوا ماشي ملح لان احنا وأحنا اخوتوا جيران ما بينا تناولو بسيرتونا كنت особى محدد شرقية مدينة وجهة ولهذا كلمة اعتذار تمنى بش تسحبها لأننا نعرف انت إنسان شجاع وإنسان دكي تبارك الله عليك وعارفين التاريخ ديالك رغم أننا نحن في المغرب ولكن عارفين التاريخ ديالك أنك الوقت اللي تغلط تتراجع نفس ديالك وكتقول كتفكر مزيان كتفكر مزيان ومتدكي وتريز انتليجي والحمد لله باش عارفت راسك بليدكي وانتليجي وواصل هنت توصلتين الانتخابات رغم المشاكل اللي كانت هنت توصلتين بميزة مزيانة نحن نقول لك تبارك الله عليك الله يسخل لك الله يجعلك رئيس بالمستوى ونتمنى لك النجاح في التوفيق ولكن بغيناك تسحب كلمة اعتذار لأنك ستعرف السعب المجيل نحن لا نفتح لنا باب الجنة لكي ندخلوا ولا نفتح لهم باب الجنة نحن رحنا نخوز إلا بحلية الحدود بالعلم بالحدود على كي ندخلوا كي نخرجوا نحن نغيره للمشاهدة ونحن رحل نحن 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 مع التلفاظ ونحن نحن نحن على أسدلة ونحن نحن 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 في ت outdated ونحن نحن نحن من خلال عن تلك مشاكل السياسة نحن 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 تحقيق لهنا بي Luck لا تحقيق لنا ونجده نحن نتمنى الى instead نتمنى اللند نتمنى لك احتليق سادئ ونعتذروا انظروا على مدى نهاية حياتنا سوف تقوم بتحديد المجيد الله يحفظك الوليدات الله يجعل ربي يجعل نشط رئيس الله يجعل ربي يجعل الجزائرين يريدك نحن نريد هذا لأنه يجعل الله يجعلون نحن نتحدث فننحن لا نعتذرون من أن ينحل الجزائر ب أن تحلل السابق لأننا نستفيد من المغرب وشعب الجزائر وشعب الجزائر استفيد من وشعب الجزائر حتى الحكومة المغربية اليوم كان يدخل غير لسانس كان يدخل كاميونات لسانس من المرسام بني لسانس وراء الأمور بخير كانت ترقبوا في المغرب يجب أن تلقوا لسانس عادي كما كانت بجعة كما كانت بحلولة ولكن الحاجة الوحيدة اللي كتمناه هو أننا نتبادلوا الزيارات مع العائلات والأسار ونشوف أخوتنا في الجزائر ويشوفونا ونضيفوهم ويضيفونا وأنا مجد واحد الأخروف هنا الواحد العائلة راه جايتني متوشنت أني كنس من في غير يدخلوا غير يقولون أننا في الحدود نجدوا لهم لأننا عربون ما يحبون صدق الإخوة في الجزائر وانت السيع المجيد رئيس الجزائر اللي أجعل بي سهل عليكم وانتمنى لو كنت نجح وتوفيق حنا خلينا أبقى أصحاب اللقاء اللقاء اللقاء